يشهد قطاع الاتصالات في العاصمة المؤقتة عادن انهيار غير مسبوق منذ نحو عام فبعد توقف خدمات شركة يوء العمانية منتصف العام الماضية وبقاء شركة يمن موبايل وحيدة تواجه تلبية خدمة الاتصالات أصبح إجراء مكالمة من العاصمة المؤقتة تحدياً صعباً يواجهه المواطنون كل يوم وذلك نتيجة الضغط الحاصل على الشركة الوحيدة العاملة بعد أن كانت تتقسم تلبية خدمة الاتصالات مع شركة أخرى ووقفت لأسباب غير معلنة وفي عدن فقط في حين ما تزال تعمل في باقي المحافظات المحررة خدمة الانترنت من الجيل الرابع هي الأخرى ليست أفضل حالاً من قطاع الاتصالات فمنذ إطلاق الحكومة مشروع بوابة عدن نت قبل خمس سنوات والإعلان أنها ستكون بديناً لمزود الخدمة الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء لم يتغير شيء وما تزال خدمة يمنت هي مزود الخدمة للسواد الأعظم من المواطنين فضلاً عن القطاعات التجارية والحكومية فيما مشروع الاتصالات الذي كلف الحكومة مئة مليون دولار بقي متعثراً ولا يخدم سوى عدد محدود ممن استطاع الحصول على الخدمة التي تباع شرائحها في السوق السوداء منذ اليوم الأول لإطلاق الشركة وبمبالغ تجاوزت الفي ريال السعودي ولطالما تحدثت وزارة الاتصالات عن توسيع نطاق خدمة عدد النت في عدداً من المحافظات فضلاً عن تعزيزها في العاصمة المؤقتة إلى أنه لم يتغير شيء في واقع الخدمة وسط تكتيم حكومي عن الأسباب ومن يقف خلفها وفي ديسمبر من العام المنصرم أطلقت شركة واي خدماتها في العاصمة المؤقتة عدن لتكون أولى الشركات الخاصة المعتمدة على مزود خدمة عدد النت لكنها هي الأخرى وبعد مرور خمسة أشهر ما يزال نطاق خدمتها محدودة في حين ما تزال في إطار البث التجريبي ثماني سنوات أمرت على عودة الحكومة إلى عدن لم تكن كفيلة بخلق واقع جديد في قطاع الاتصالات الذي ما يزال مرتبطاً بسيطرة الحوثيين في صنعاء عكز فاضح وصل لمنتهى وسط غياب أي بوادر لانفراجة قادمة على المدى الثماني القريب